طيب أتحول إليك دكتور جواد الخراز المغرب ليس من الدول النفطية لكن كما يقال هنا يوجد ثروة طبيعية ثروة الشمس والرياح في ظل تزايد اهتمام العالم اليوم بهذا المجال مجال الطاقة المتجددة كيف تنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال وإلى أي حد طبعا تعتبر واعدة مساء الخير أخت أسماء مساء الخير صديق العزيز دكتور عصر في حال المغرب له إمكانات هائلة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية أو مختلف أنواع الطاقة المجددة في المتاحة في المغرب هناك طبعا إمكانات هائلة كانت هناك إرادة ملكية منذ البداية للدفع في هذا المسار بفضل طبعا تواجد المصادر طاقة مجددة متنوعة في المغرب وكذلك أن هناك رغبة منذ البداية في تحقيق الأمن الطاقي أو الاستقلال عن المصادر الطاقة الأحفورية المكلفة ليس فقط اقتصاديا وماليا لكن كذلك بيئيا كما ذكر الصديق دكتور عصر وبالتالي هذه الإرادة الملكية والسياسية انعكست من خلال استراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة وانعكست في كل تدابير التي تم أخذها من الاعتبار في المغرب في السنوات أو في العقد الأخير ترجمة نانسي قنقر